بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم جوهرة اليوم دعاء اهدنا الصراط المستقيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم في فاتحة كتابه الحكيم هذا الدعاء توجيه إرشاد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته معه بسؤال الله الهداية إلى أسمى الغايات وأرقى وأعظم المقاصد ولما كان سؤال الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم من أعظم المطالب لنيل العباد أشرف المواهب والعطايا والمنح الإلهية علم الله تعالى عباده أن يدعوه قائلين اهدنا الصراط المستقيم فإذا قالها العبد في صلاته احنا بنصلي كل يوم بفاتحة الكتاب في جميع ركعات الفرائد إذا قال العبد في صلاته بقلب حاضر اهدنا الصراط المستقيم قالها بقلب يقض متذكر غير معرض في هذه المناجاة بينه وبين مولاه تحصل على وعد الله تعالى الذي قاله والذي جاء فيه أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أي لعبدي ما سأل من الإعانة لو كنت بتسأل الله بقلب حاضر أنت بتقرى فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم فيعطيك من الإعانة ما تريد ومن الهداية ما تريد ومن تحقيق الآمال وفوقها وصرف كل سوء ومكروه وضلال عنك فلنقرأ في صلاتنا في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم بقلب حاضر اهدنا الصراط المستقيم هي تعليم من الله تعالى لنا بأن أفضل شيء يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى هو الهداية التوفيق إلى كل أبواب الخير في الدنيا والآخرة اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا يا رب على الصراط المستقيم في كل طريق من الطرق اللي بنسلوكها في حياتنا أرشدنا إلي أرنا طريق الحق أرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أمسك وقربك ومش كده وبس اهدنا الصراط المستقيم يعني أعنا كمان على تحقيقي ذلك إن إحنا نسير في سبل الهداية العبد المؤمن وإن كان من المهتدين المؤمنين إلا إنه محتاج إلى سؤال الله الهداية دائما أبدا وسؤال الله الهداية وإن ربنا يثبته وإنه يثبت عليه وطبعا ده مع الأخذ بأسباب الهداية لإن العبد مطالب بالصبر والثبات ومجهدة نفسه كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالإنسان بياخد بأسباب الهداية بيكتهد قدر تقطو ويسأل الله اهدنا الصراط المستقيم وبيسأل الله ذلك وهو بيستقيم على أمر الله تعالى لإن كل إنسان ربنا خلق لي عقل وله إرادة حر بيختار بيها الخير من الشر بيميز بيها بين الهدى من الضلال فإذا أخذ العبد بأسباب الهداية وحرص على إنه يرزقه الله تعالى الهداية التامة جاءه التوفيق من الله تعالى يعني أنا باخد بكل أسباب الهداية كل المأمورات اللي أمرني بيها إن أعملها باكتهد إن أنا أعملها وكل النواهي والمحضورات باكتهد إن أجتنبها وفي كل وقت قبل وأثناء وبعد أنا على طول في حالة استعداد وسؤال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم عشان تجيني الواردات الرحمانية والإمداد الإلهي فورود الإمداد على حسب الاستعداد ورود الإمداد على حسب الاستعداد كما قال سيد بن عطاء الله عليه رحمة الله على أد استعدادك بيكون الإمداد لك من الله سبحانه وتعالى فاستعد لتستمد الفتحات والأنوار والهدايات من الله سبحانه وتعالى الهادي اهدنا الصراط المستقيم الله تعالى إذا سألته الهداية فتولاك تولاك فيها دلك وأرشدك عليها بلطف ودلك إليها بلطف فهو الله اللطيف وأخذ بأدين إلى ما فيه الخير بسلاسة ويسر وسلامة لأن معنى الهداية في اللغة هي الإرشاد والدلالة بتلطف لمطلوب الخير اللي أنت عايز توصله فأنت عايز تترك جميع أبواب الخير عايز كل طريق تمشيه في الدنيا تكون ماشي على هدي وعلى حق فيه فعشان كده أنت على طول محتاج المدد من الله وعشان كده المؤمن مأمور بسؤال الله الهداية دائماً اللي هي هداية إيه؟ هو مش الهداية للإيمان بس في حاجة كمان اسمها هداية التأييد وهداية التوفيق وهداية الزيادة أنت من المؤمنين وبتسلك سبل الهداية ولكن عايز تترقى فيها وتريد من الله الزيادة والتوفيق والإمداد والله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط هو الطريق هو الطريق معنى الصراط هو الطريق اهدنا الصراط المستقيم المستقيم يعني الطريق المعتدل اللي مفهوش أي عوجاج ولا تعاريج واضح يعني اهديني يا رب إلى اتباع طريق الحق ووصف المولى سبحانه وتعالى طريق الحق بأن الطريق المستقيم لأنه دايماً الطريق المستقيم هو الطريق الآمن مفهوش لف في وضوح مثلاً إذا أراد الإنسان أنه يصل إلى مكان ما أكيد هو عايز يوصله بسهولة من غير تعقيد وعايز يوصل بأقصر الطرق اللي توديه لهدفه اللي هو عايزه حتى لا يضل ولا يتحير الطريق المستقيم بيوصل بسرعة وبسلامة لا يضل سالكه ولا يتردد أو يتحير والمؤمن في رحلته في الدنيا وفي سيره إلى مولاه جل في علاه يريد أنه يطيع الله سبحانه وتعالى في سلامة ويسر وأمن وأمان ويريد كذلك أن يثبت على طريق الهدى ويترقى في كمالاته الله تعالى يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى مش بس لما بنسأل الهداية معناها أنك تدخل إلى الإيمان لا دقوا أنت من أهل الإيمان وتسأل الله الهداية لأن احنا أمرنا بها في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم الإنسان محتاج دايما معونة الهادي سبحانه وتعالى ليكون من أهل الزيادة لأنه لا تحصيل للهداية إلا بمعونته سبحانه وتعالى عشان كده أما تيجي تشوف حال أهل الجنة في الجنة تلاقيهم بيقولوا إيه وهم قاعدين تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بتلهج ألسنة أهل الجنة بالحمد على الهداية تلهج ألسنة أهل الجنة بالحمد لله رب العالمين على إن نسددهم إلى النعيم المقيم اللهم فيه بهدايته إياهم إلى الصالحات من الأعمال وإلى الترقي في مدارك الكمال لذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة أن نسأله الهداية وما أعظمه من دعاء اهدنا الصراط المستقيم حتى إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه الهداية ومش بس بيسأل الهداية وتيسير أسبابها وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه يعلم الأمة فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هديني ويسر الهدى لي يعني أرشدني يا رب يعلمنا نقول هذا الدعاء أرشدني يا رب وفقني بالهداية من عندك فلا أزيغ عنها حتى ألقاك ليه؟ لأن الإنسان في رحلة الحياة الدنيا بتاعته بيبر بامتحاناته ابتلقات كتيرة جدا ويتعرض لفتن وانتحانات واختبرات مش عايز يزل ولا يزل وبالتالي بيسأل الله الهداية عشان مهما تكالبت عليه الشدائد وعنده حصن ظن بالله ودائم الدعاء اللهم اهدني ويسر الهدى لي اهدنا الصراط المستقيم يسر الهدى لي يعني سهل لي يا رب إني أسلك سبل الهداية بطمأنينة وسلاسة سهلها علي وإن أنا أسلك طرق الهداية وهيئ لي يا رب أسباب الخير عشان ما استسقلش الطاعات اللي المفروض إن أنا مأمور أقوم بيها ولا كمان أن شغل عن العبادة فأكون من الغافلين يعني مثلا انت بتكتهد في أداء الصلاة بخشوع وخضوع وتقرأ القرآن بالراحة وتكتهد في تعلم كيف يطلى القرآن وانت دائم السعي لتحصيل ذلك وانت في كل صلاة لما بتمر على فاتحة الكتاب لها ركن من أركان الصلاة فبتمر على الدعاء فيها اهدنا الصراط المستقيم في عندك تذكر وحضور اجعلني من الخاشعين اجعلني وذريتي من مقيم الصلاة اجعلني من المتبتلين انت عندك حضور وتذكر فبتكتهد وبتسأل الله الهداية ومع سؤال الهداية بتوفق ومع سؤال الهداية والاجتهاد لتحصيل والدخول في سبل الهدى بتوفق انت بتجتهد في بر والديك مع سؤال الله الهداية بتعان بمدد الله الحي الهادي تجتهد تخدمهم وانك ترضيهم وانك تكون تحت رجليهم وانك مايفوتكش الباب ده بتسعى وبتجتهد رغم ان بيقابلك مشقات ومتاعب لكن بتقوله وبتسأله وبتدعيه زي ما علمك تدعيه اهدنا الصراط المستقيم تعاني تجيلك المعونة من الله سبحانه وتعالى بتسعى انك تاكل حلال طيب وبتسأل الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم يقوم ترشد ربنا يرشدك يبعد عنك السوء لانك حرص قلبك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ومن يتحرى الخير يعطى اللي عايز الخير هيتوفق ليه فانت عايزه بقلبك وعايزه بسعيك وبتطلبه في دعائك اللي احنا امرنا في القرآن الكريم ان نسأل الله الهداية لان ما فيش باب تاني تسأل منه الهداية الا الله جل جلال الله تعاني وتيسر لك الامور وترشد انت بتربي اولادك تربية صالحة وبتكتهد يقدم اوتيتي من قوة في ذلك وعايزة تربيهم على مكارم الاخلاق والاعراف الطيبة وبتراعي في ذلك مقاصد الشرع الشريف بسعى وبكتهد في عوامل بتصبت بتحبط بتخلي العملية دي صعبة بس انا عزم قلبي على اني اخد بايد ولادي الى الطريق المستقيم وسعي في جد ونشاط وبسأل الله المعونة تأتيك المعونة بسر مجاهدتك ودعائك اهدنا الصراط المستقيم بقول الدعاء بحضور قلب وخشوع وخضوع وذل ومسكن وافتقار الى عطاء الله لنا بالهداية والتوفيق وبسعى للإصلاح وان انا اخد بجميع الاسباب جميع اسباب اللي انا اعتقد انها تنجحني وتاخد بايدي مع دوام الدعاء مع دوام الدعاء مع دوام الدعاء لان الدعوات هي مفاتيح الخير والفرج لذا كان طلب الهداية من الله تعالى من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الدائم كما في الصحيح كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين يعني كان يسجد السجد الأولى في الصلاة وبعدين يقوم يدعو بهذا الدعاء وبعدين يسجد السجد التانية يقول ايه بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم آمين وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا قام من الليل يعني حبي يقوم يصلي صلاة الليل اللي احنا بنسميع فالناس أو يطلق عليها صلاة التراويح أو قيام الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة الليل بدعاء اللهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم آمين أجمعين